نشرة جديدة أهلا بكم أعلن النجم محمد النيدي عن وفاة والد زوجته وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا البقاء لله فقط اليوم صديق ووالد والد زوجته سر الأسعاد البقاء لله ننتقل إلى الخبر الآخر حيث أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم بشأن ما تم الأعلان عنه من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم أوميكرونا أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الوزارة أيضا تقيم جميع الإجراءات والتدابير وتفعلها بشكل مستمر بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة تساوي 4800 ميجاوات بالضبع أضف شاكر في تصريحات خاصة اليوم السابع أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاوات لتوليد الكهرباء وفقا الجدول الزمني للمشروع في عام 2026 لفتان إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تبعا عالميا أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين عن بالغ قلق حيال المؤشرات المقلقة للتصايد العسكري في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل للمفاعل كذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الألكتروني اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الكيني أما رياضيا أن أحيى عمر السليا لعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ذكر مباراة نهاء القرن الإفريقي أمام فريق الزمالك في اللقاء الذي أقيم في مثل هذا اليوم في 27 نوفمبر عام 2020 وتوجى المارد الأحمر بلقب دور أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه في الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف استاد القاهرة في المباراة النهائية يتأهل للمشاركة في كأس العالم الأندية بقطر والتي توجى فيها بالميدالية البرونزية أما عن أسعار الذهب انخفضت أسعار الذهب في مصر بحوالي 19 جنيها على مدار تعاملات الأسبوع حيث هبط الظهب في مطلع تدولات الأسبوع إلى 789 جنيها للجرام من عيار 21 وفق تدولات اليوم أما عيار 21 سجل 789 جنيها وسجل عيار 18 حوالي 676 جنيها للجرام ننهي هذه النشرة مع أخبار الطقس حيث تتوقع وهيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا درجات الحرارة ليسود طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوكه البحري وجنوب سيماء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب البلاد أما عن حالة الطقس ليلا يسود طقس مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء ما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت تسجل القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة إسكندرية تسجل العظمى فيها 27 درجة والصغرى 17 درجة شكرا لمتابعة ختم هذه النشرة تحياتي إلى لقاء فمان الله شكرا للمشاهدة